دعم عسكري جديد لأوكرانيا كشف عنه حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة خلال القمة التي تستضيفها واشنطن التفاصيل فيما يلي بعد طلبات متكررة من أوكرانيا وافق الحلفاء في نيتو أخيرا على تزويدها بالعشرات من أنظمة دفاع الجوي التي تحتاجها للتصدي للقوات الروسية بما في ذلك أنظمة باتريوت القوية وستوفر الولايات المتحدة وأعضاء أخرون في النيتو العشرات من أنظمة دفاع الجوي التكتيكية الأخرى ومئات ذخائر لها في الأشهر المقبلة ستقوم الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا بإرسال بطاريات باتريوت إضافية إلى أوكرانيا فيما ستقدم هولندا ودول أخرى معدات باتريوت لتركيب بطارية أخرى من جهتها أعلنت إيطاليا أنها ستقدم أنظمة الدفاع الجوي سامتي وهي أنظمة أرجو متوسطة المدى تسمح بالدفاع ضد هجمات صاروخية أو عبر المسيرات سيقدم الحلفاء الآخرون أيضا بما في ذلك كندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة عددا من الأنظمة الأخرى التي تشمل ناسامس هوكس وجيبارتس على أن توفر دول أخرى الذخائر لتلك الأنظمة وكان الرئيس الأوكراني بولودمر زيلنسكي شدد في وقت سابق من العام الحالي على الحاجة الملحة إلى سبع بطاريات باتريوت إضافية لصد ضربات روسية ضد المواقع العسكرية والمدنية مسألة الإنفاق الدفاعي لدول الأعضاء في حلف النيتو تحتل مساحة كبيرة من اجتماعات القمة في واشنطن إذن الانفاق الدفاعي الذي يصل إلى تريليون واربع مائة وسبعين مليار دولار في عشرين أربعة وعشرين نتابع 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة للوصول إلى انفاق دفاعي نسبة أشعلت الخلافات في أروقة الحلف بين الدول الأعضاء مسألة الانفاق الدفاعي تعود إلى الواجهة في الحلف الذي يمتلك موازنة تشغيلية مستقلة الموازنة التي بلغت في العام الحالي نحو 3.5 مليار يورو تتحمل الولايات المتحدة منها نحو 16% وهو ما يوازي حوالي 0.3% من الانفاق الدفاعي لدول الحلف والبالغ حوالي 1.47 تريليون دولار جرى تخصيص 438.1 مليون يورو للموازنة المدنية للحلف والتي تغطي تمويل المقر الرئيسي للناتو والرواتب والعمليات التشغيلية ونفقات برامج مقر الناتو في بروكسل والموظفين الدوليين 2.3 مليار يورو للموازنة العسكرية التي تغطي نفقات مقر هيئة قيادة الناتو والعمليات والمهام حول العالم و1.3 مليار يورو لبرنامج الناتو للاستثمار الأمني وتذهب لتمويل البنية التحتية العسكرية والقدرات وهي برامج ومبادرات يمكن تمويلها بشكل مشترك فيما يمكن للناتو أن يوفر الإشراف السياسي ووفقا للبيانات التي نشرها الحلف بشأن النفقات العسكرية فأن 23 دولة ستصل أو تتجاوز هدف انفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي مقارنة ب7 دول فقط في عام 2022 و3 دول فقط في العام 2014 من مدينة أدناخ الألمانية عبر تطبيق زوم ينضم إلينا العميد المتقاعد رالف تيل رئيس مبادرة الدفاع الأوروبي في ألمانيا ومدير المعهد الأوروبي لمكافحة الإرهاب ومنع النزاعات سيادة العميد رالف أهلا بك معنا في دائرة الشرق إذن نتابع ما يخرج عن الناتو ساعة بساعة ولحظة بلحظة يبدو أنه دعم كبير جدا لأوكرانيا هناك تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا توفير دعم طويل الأمد للعمليات الدفاعية الأوكرانية كيف تقيم حتى الآن ما خرج عن هذه القمة بشأن دعم أوكرانيا سيما وأنك تحدثني من ألمانيا هذه الدولة التي كانت متحفظة على الدعم في البداية لأوكرانيا الآن نرى أنها تدفع بدعم سخي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا كيف تقيم الدعم حتى الآن؟ الأمر هو مزيج من الملاحظات والمراقبات بالنسبة لي نرى ما قمنا به في الأشهر القليلة الماضية بناء على توقعات أيضا ودول الناتو التي اعتبرت حتى الآن هذا الدعم كأولوية ولكن مجددا كان هناك أيضا هذه الجهود لوصف كل هذا الدعم المطلوب حتى من قبل أوكرانيا وهذا العمل كله يعني أمرا بالغا ولكن أيضا لا يعني الكثير هذا يعرف بالضباوية أو الغموض السياسي أناتو اليوم وكل هذا دعم من قبل ألمانيا حتى لدعم أوكرانيا من أجل تأمين هذه الدفاعة الإضافية لأوكرانيا ولكن هذا لا يعني الكثير على الأرض لأنه بالنظر مثلا إلى الموارد الأخرى هناك حاجة أيضا مثلا إلى وقت طويل من أجل إنتاج الصواريخ أصلا قبل إرسالها إلى أوكرانيا إذن ربما الآن تؤمن الحماية الفضلة لبعض الأسابيع ولكن من بعد ذلك هناك حاجة إلى الموارد المالية الإضافية وأيضا هذه الأسلحة والأنظمة والذخائر بحاجة إلى الوقت من أجل تصنيعها لسيما أيضا للأنظمة الدفاعية الجوية بالمقارنة مع ما قدم حتى الآن إذن بالمجمل لا يجب أن نتوقع كل هذه الجهود على هذه المستويات العالية حتى مع ما يأتينا من واشنطن ألمانيا تحديدا تتعهد لأوكرانيا في هذه القمة بتقديم مزيد من بطاريات الباتريت وطبعنا أيضا لقاء بين زيلنسكي والمستشار الألماني على هامش هذه القمة ما المتوقع من ألمانيا؟ باعتقادك سيادة العميد وفقا لخبرتك ولمعرفتك أيضا بما يمكن لألمانيا أن تقدمه كدولة منفردة لأوكرانيا ما أقصى ما يمكن أن تقدمه ألمانيا لأوكرانيا خلال هذه السنة والسنة القادمة؟ في المبدأ أن ألمانيا أعطت الحماية من قبل بطاريات وأنظمات باتريوت إذن أعطينا هذه المنظومات إلى أوكرانيا وفي ألمانيا كنا وفرنا هذه الحماية في المناطق ربما الإضافية وأتحدث ربما عن هذه الحماية التي كان يمكننا أن نؤمنها في هامبورغ وفي برلين مثلا ولكن الآن مع تخلينا عن بعض هذه الأنظمة ربما نحمي فقط برلين إذن ألمانيا اليوم هي في أقصى ما يمكن تقديمه لأوكرانيا من ناحية الدفاعات الجوية وكل الأمور الأخرى ربما يكون على مستوى التدريب، التفقيف أو ربما على مدة سنتين من الآن بانتظار إعادة تدعيم إمكاناتنا الفردية ولكن الأمر ليس بهذا القدر لأن الوضع مختلف أيضا لألجات الفاعلة الأخرى ربما ومن بعد رؤية الولادة المتحدة الأمريكية التي تقلق كل القلق حيال هذا الوضع لا سيما في آسيا إذن اليوم أجلت كل هذه الخطط لدعم أوكرانيا ولكن هناك حاجة إلى سنتين كحد أدنى من أجل إعادة إنتاج كل هذه الأنظمة والذخائر إذن هناك حاجة إلى الوقت وربما المساعدة تأتي في 2025 أو حتى 2026 نعم طيب سيادة العميد الخبر الأهم والأبرز هو أن F-16 الطائرات المقاتلة الأمريكية في طريقها إلى أوكرانيا أيضا ما رأيك بهذا القرار؟ وهل تعتقد أن طائرات F-16 ستغير شكل الصراع في أوكرانيا أم لا؟ كلا أبدا لأنه في الواقع وبالنظر وبسماع كل النقاشات منذ الشتاء الماضي في هذا الصدد أو حتى في هذا الربيع اليوم قد تصل نعم هذه الطائرات وهذه المعدات ونحن نعرف أن الروس قاموا بتدمير الكثير من المنشآت وحتى من المطارات في أوكرانيا إذن هناك مشكلة أصلا في إيصال هذه الأجهزة وهذه الطائرات تم الحديث ربما عن تدريب عشر من الطائرين فقط إذن اليوم هذه الطائرات F-16 أمر يحكى عنه نعم ولكن هذه الطائرات لم تصل بعد إلى أوكرانيا إذن الوضع في نهاية المطاف قد يتحسن قد تستخدم هذه الطائرات ولكن بالمقارنة بالأنظمة الأبعد مدى ولكن في نهاية المطاف هذه الأنظمة ليست أصلا متاحة لأوكرانيا إذن قد نرى هذا التحسن التدريجي للوضع مع هذه الوعود طيب سؤال أخير سيادة العميد بغض النظر عن متى ستصل هذه الطائرات وإن كانت أوكرانيا قادرة على استخدامها بالشكل اللازم لكن مجرد تقديمها من النيتو لأوكرانيا يمثل خطر بالنسبة لموسكو وكانت موسكو قالت أنه ستعتبر هذه الطائرات في أوكرانيا عندما تصل لأوكرانيا ستعتبرها محملة بالأسلحة النووية النيتو يرسلها رغم ذلك ألا يخشى من رد الفعل الروسي الذي قد يكون نووي بكل تأكيد الخطر ليس نوويا ولكن أنا أقلق حيال أيضا الأسلحة النووية نعم ولكن هذا سيجري في حال أصبحت روسيا في مأزق وروسيا ليست في مأزق الآن ولا في ورطة لأن المسار إيجابي بالنسبة للأهداف الروسية من المنظر الروسي إذن هذه مشكلة اليوم مؤجلة لن نراها في المستقبل القريب طبعا لطالما كانت روسيا تستهدف هذه الأجهزة وهذه الأسلحة على الأراضي الأوكرانية نتحدث مثلا عن الدبابات وغيرها من الأجهزة وأيضا كل هذه الأمور التي وضعت اليد روسيا عليها إذن F-16 نعم أيضا أهداف كالهداف الأخرى ولكن اليوم أين توضع هذه الطائرات عند تخزينها وكيف ستستهدفها روسيا وأظن أن تكون هناك صعبات أصلا في الإبقاء على هذه الطائرات ولكن أنا لا أقلق بالغ القلق الآن ولكن لا يجب المبالغة في هذه المخاوف الآن لأن اليوم باقي الحرب المعدات الأخرى هو الأمر المقلق وكيفية الاستدامة فيها بمقابل ما تقوم به روسيا وبالمقارنة أيضا بالدول العضو في النيتو مع أيضا فنلندا، السويد، بريطانيا وكل هذا الحديث عن هذه الأنظمة السلاحية وأيضا قطاع تصنيع الأسلحة أصلا الذي لديه بعض المشاكل والتدريب والبنية التحتية إذن اليوم نحن سنرى هذه الحرب الهجينة ستستمر بين البلدين ولا التهديد النووي إذن اليوم ربما هذه ستكون الاستجابة الروسية لا بالنووي بشكل عام سيادة العميد هل الدول الأوروبية منسجمة مع الولايات المتحدة بشكل تام بشأن السياسة الردعية ضد روسيا يعني كونها القضية الأهم بالنسبة للدول الأوروبية الآن روسيا والخطر الروسي لأي مدى بعد مخرجات هذه القمة لأي مدى الدول الأوروبية راضية عن سياسة الولايات المتحدة في النيتو إن الوضع معقد جدا ومتشاعب جدا وصعب لأننا يجب علينا أن ننظر إلى الأمور المختلفة أضلا مع هذه البيانات الصادرة عن الناتو من واشنطن وهذا التركيز على الصين على آسيا ولكن علاوة على ذلك وبكل تأكيد هناك هذه السياسة ضد الجماعات الإرهابية والإسلاموية وسيكون هناك بعض هذه الترتيبات التي يجب أخذها في الحزب الآن فيما يتعلق بالقيادة التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن نتحدث عن هذا الرئيس الذي لديه بعض المشاكل حتى الجسدية والعقلية وفي مستوى القيادة ولكن أن ترامب أيضا في المقابل قد يعود إلى البيت الأبيض وهذا قد يعتبر تنافسا إضافيا من ناحية الخبرة بالمقارنة مثلا بالسيد الرئيس شي أو بوتين إلى آخره وبالمقارنة اليوم بهذا الرجل الذي هو في سودة الحكم وننظر أيضا إلى الوضع السياسي في ألمانيا وفي فرنسا وكل الاضطرابات المالية كل ذلك يؤثر إذن هناك أوجه قلق مختلفة ولكن أنا أترك هذه الملاحظة الإيجابية في النهاية الناتو لسيمة مع سويد وفنلندا اليوم متحضر ومستعد للدفاع وبالنسبة لي أظن أن هذه التصاريح وهذا البيان سيكون يعكس ما يلي إن الناتو بشكل أكبر اليوم مركز ليس على الحرب ولكن على الدفاع وأنا مع كل هذه النقاط والاضطرابات أعتبر أن هذه القمة إيجابية شكرا جزيلا لك سيد العميد المتقاعد رالف ثل رئيس مبادرة الدفاع الأوروبي في ألمانيا ومدير المعهد الأوروبي لمكافحة الإرهاب ومنع النزاعات شكرا لوقتك شكرا للمشاهدة